كثير من الناس يقولون أنه يوجد مشايخ سلفيين يفرقون الأمة هنيئاً لهم هنيئاً لهم ليه؟ قلنا لكم القرآن سماها الله عز وجل الفرقان يعني ايش؟ يفرق النبي صلى الله عليه وسلم سماها الرسول كما في الحديث البخاري محمد فرق بين الناس محمد فرق روايتان قراءتان حديثان روايتين هكذا محمد فرق بين الناس محمد فرق بين الناس كل تفريق لا شك لأ محمد ما فرق بين الابن وأبيه بين الزوج والزوجة فرق محمد صلى الله عليه وسلم فالتفريق إذا كان على أساس الاعتقاد مرحباً وهذا هو الأصل ويجب أن نفرق بين الناس على أساس الاعتقاد انتبهوا أنا أعرف يقولون بل خاصة عندنا يعني في الكويت يقول لك حرام تعامل الناس على أساس العقي أعوذ بالله يعني مبدأ الولاء والبراء كله هدموه لأن الولاء والبراء الحب في الله والبغض في الله كله قائم على ماذا على أنك تعامل الناس على أساس الاعتقاد يا شيخ والدين المعاملة على هذه لا شك فإذا كانوا والله فعلاً يفرقون بالحق يفرقون على أساس الاعتقاد فهنيئاً لهم هنيئاً لهم ونرسل الله أن نكون منهم